عزيزي طلبة الطلاب السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 56 صباح الخير على كل طلابنا العزاء صباح الخير على كل مدرس الفيزياء على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنوه من الكمال هيكون معنا النهاردة أحد كهودر الفيزياء في جمهورية مصر العربية مستر علي باسيوني صباح الخير يا مستر صباح الخير يا مستر رحمة صباح الخير يا ابناء الطلاب طلبة السنوية العامة والسنوية الأزارية إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنشرح فصل من أهم الفصول بعد توقف الدراسة طبعا فيه جزء كده لسه مهم جدا فصل الليزر هنشرح النهاردة إن شاء الله فصل الليزر وبإذن الله عايز كله يتابع معايا ويكتب معايا وإن شاء الله نكمل مرجعات في الحصة اللي جاء إن شاء الله حلقة موفقة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في البداية هنستعين شوية بزمائلنا مدرسين اللغة الإنجليزية في اسم العنوان ده العنوان ده وبداية الشرح لازم هناخد بالنا جميع الطلبة اللي هتتابع الرسمة دي أو الكلام اللي أنا كاتبه كاتب ليزر كل الحروف كابتل الحروف اللي موجودة دي هات كابتل طبعا زمائلنا مدرسين الإنجليزي لما يشوف الحاجة دي يقولك لا أصل دي مش كلمة ده اختصار لجملة كبيرة بتقول light amplification by stimulated emission of radiation فصل شايد جدا إن شاء الله هنحاول بإذن الله مع الطلبة هنحاول نلم الفصل كله بإذن الله النهاردة وإيه الأفكار المهمة فيه تعالوا نبدأ من البداية كده العنوان light amplification by stimulated emission of radiation يعني معنى كده أنا عايز أقول إن كلمة ليزر أصلا باللغة الإنجليزية هي مكتوبة كده واخد حرف من كل الكلمات دي ودي لها معنى في بداية حصة النهاردة وهو ده تعريف الليزر تعالوا نشوف واحدة واحدة كده بيقول هنا light amplification طيب لو بصنا له واحدة واحدة light amplification يعني amplify يعني يكبر light amplification يعني تكبير الضوء light amplification of radiation يعني تكبير الشعاع الضوء دي جملة بسيطة الجملة اللي مش بسيطة بقى اللي احنا نبدأ نتكلم عنها النهاردة بالتفصيل اللي هي كلمة stimulated emission كلمة stimulated emission يعني انبعاث مستحس طيب حكتبها بالعربي وانتبع مع بعض فصل بسيط جدا ولكن بعد الطلبة لما بتيجي تذاكر فيزيا حديثة بيعتبر وده خطأ كبير جدا بيعتبر ان الفيزيا الحديثة موظمها نظري او حفظ اقول له لا لازم تفهم الاول عشان ترى تتكلم طيب كلمة stimulated emission في بداية الحصة اسمها الانبعاث المستحس حد يسألني يا مستر انا سمحت الكلمة دي قبل كده في فصل ازدواجية الموجة والجسيم ولكن ما سمحتش كلمة مستحس اقول له فعلا وهي دي بدايتنا ان اخنا عندنا نوع تاني من الانبعاث ولازم نبدأ بي ان شاء الله وانتبع مع بعض اسمه انبعاث تلقائي هقول تاني وبالراحة وبهدوء قبل ما ادخل في الكلام عن الليزر اللي هو الشعاع الضوئي بيحصل له عملية تكبير وتضخيم لا ده نحنعمل عن طريق عملية اسمها عملية الانبعاث المستحس هقول له ده في نوع تاني من الانبعاث اسمه ايه انبعاث تلقائي طب ما تيجي واحدة واحدة كده نسترجع ازدواجية الموجة والجسيم في فصل ازدواجية الموجة والجسيم وظاهرة اشعال اجسام كنت بقولي المستوى ده اسمه اي وان اللي هو بنسميه جراوند استيت كلام كله انجليزيون اللي ايه النهاردة جراوند استيت يعني الزرة في الحالة الارضية طيب ويه اتنين ده مستوى الاثارة طيب انا لو عندي الكترون موجود في المستوى الاول بهدوء واحدة واحدة ونبدأ ايه الكلامي واحدة واحدة الالكترون اللي موجود في المستوى الاول بيدور وبيلف في المستوى الاول ويفضل يلف في المستوى الاول طيب بيفضل يلف في المستوى الاول ايه السبب بقول حاجة بسطة جدا انا لو معايا معلقة بردة وبقلبها في زيت سخن معايا معلقة فيه دي معلقة بردة وبقلبها في زيت سخن إيه اللي هيحصل؟ هيحصل انتقال حراري من الزيت إلى المعلقة طب لو أنا عندي معلقة درجة حرارتها 50 مثلا وبقلبها في زيت درجة حرارته 50 يطرى الحرارة تنتقل منين لفين؟ مش هتنتقل إيه السبب؟ لأن درجة حرارة المعلقة قد درجة حرارة الزيت دي الجملة اللي هنبدأ بها الشرح هنا هنا الإلكترون ده بيدور في المستوى الأول طب ليه؟ لأن طاقة هذا الإلكترون تساوي طاقة المستوى اللي هو موجود فيه حاول كمان مرة هنا عندنا لو نسترجع مع بعض فصل ازدواجية الموجة والجسيم اللي هي ظاهرة إشاء الأجسام بتقول ظاهرة إشاء الأجسام بتقول طالما ظل الإلكترون يدور في المدار المحدد له طالما ظل الإلكترون يدور في المدار المحدد له فإنه لا يفقد ولا يكتسب لا يفقد طاقة ولا يكتسب طاقة هيفضل طول عمره هنا أما إذا الشرط الثاني سقطت عليه طاقة بتساوي فرق الطاقة بين المستوين إي 2 نائس إي 1 يا مستر أحمد بهدوء كده وبالرحة أولها بالأرقام لو المستوى ده عنده طاقة 5 جول والمستوى اللي فوق مثلا 15 جول هو الفرق بينهم كيف 10 علشان ينتقل الإلكترون من المستوى الأول للمستوى الثاني محتاج 10 جول عشان يطلع المستوى الثاني لو سقطت عليه طاقة بتساوي 9 جول مش هيعمل بها حاجة لابد أن يكتسب طاقة بتساوي فرق الطاقة بين المستويين طيب يبقى إذا سقطت عليه طاقة ده الفرد رقم 2 إذا سقطت عليه طاقة بتساوي فرق الطاقة بين المستويين هيعمل بها هيمتص الإلكترون ده هيمتص هذه الطاقة ويصعد إلى مستوى الإثارة في عملية تسمى عملية الإثارة اعتبر ده أول تعريف عندنا في فصل الليزر اللي هو عملية اللي هي الإثارة طيب عايز كله ينتبه وكله يركز معي وبهدوء واحدة واحدة حاول احنا رجعنا شوية لفصل ازدواجية الموجة والجسيم وإحنا بنفسر ظاهرة الشعال الأجسام طيب بهدوء كده وإحنا بنفسر ظاهرة الشعال الأجسام قلت الإلكترون طالما ظل يدور في المدار المحدد له فإنه لا يفقد ولا يكتسب طيب لو سقطت عليه رقم 2 سجل معي رقم 2 لو سقطت عليه طاقة بتساوي فرق الطاقة بين المستويين دول هيعمل بها ايه؟ هيمتص هذه الطاقة ويصعد إلى مستوى أعلى تسمى عملية الإيه؟ الإثارة حاولتاني ونبه إن الفيزياء الحديثة محتاجة فيها طالما فهمت الموضوع هعرف أتكلم برحت في الامتحان يبقى إيزا لو أنا سألت طالب محترم قاعد معي كده وقلت له يعني إيه كلمة إثارة حيقول لي يا مستر الإثارة هي اكتساب الإلكترون طاقة بتساوي فرق الطاقة بين المستويين ياخده ويطلع بيها للمستوى الأعلى طيب كله يتابع معي ويركز أشهر نظرية وأشهر جزئية تهمنا في أول ثلاث فصول في الفيزياء الحديثة إلا على الصبورة دي يعني لو طالب فهمها حيستعب ثلاث فصول تقريبا مع بعض طيب حيطلع الإلكترون لفوق في مستويات الإثارة يطار حيقعد طول عمره فوق لا طبعا طبعا تبعي السبب قال لي لأن الزرة دائما تميل إلى حالة الاستقرار أنا عندي دلوقتي عنصر بهدوء كده اكتسب طاقة خد الطاقة دي وطلع لمستوي إثارة هل من المتوقع أنه هو حيفضل طول عمره في مستويات الإثارة قال لي لا ده الزرة دائما تميل إلى حالة الاستقرار لازم يرجع بيته تاني طيب تميل إلى حالة الاستقرار فحيقضي فترة عشر أس سالب تمانية سانية نفس كله طالب وطالب عادين قدامي من حبيبنا يسجل معايا الأفكار دي ويكتب معايا هذه الفترة تسمى فترة العمر التعريف رقم اتنين في الحصة يبقى التعريف الأول للإثارة التعريف رقم اتنين فترة العمر ما المقصود بفترة العمر سجل معايا فترة العمر هي الفترة الزمنية التي يقضيها الإلكترون في مستويات الإثارة هي الفترة الزمنية التي يقضيها يعني الفترة اللي بيقعد فيها الإلكترون في مستويات الإثارة طيب السؤال اللي بعده أنا قلت سؤال علل لو جالي في الانتحان وقال لي علل هي الفترة دي من وجهة نظاركم كبيرة جدا ولا صغيرة جدا الفترة دي يا مستر أحمد يعني واحد على ميت مليون جزء من الثانية يعني الثانية الوحدة لو أسنتها الميت مليون جزء هو هيقضي في مستوىات الإصارة جزء من ميت مليون جزء إذن هي فترة قصيرة جدا وده دخلنا على سؤال تاني اسمه علل بيقول لي علل قصر فترة العمر حاوله بكل هدوء وبساطة حاوله فترة العمر قصيرة وذلك لأن الزرة دائما تميل إلى حالة الاستقرار عشان يستقر لازم يرجع تاني يبقى إذن دي فترة العمر طيب حيعمل إيه؟ حيرجع قال لا؟ حيقول لي لا استنى حيرجع إزاي وهو أصلا معه طاقة بتساوي فرق الطاقة بين المستويين حقول له ما هي اللعبة هنا لما حيرجع الإلكترون من مستوى الإصارة إلى المستوى الأرضي لابد أن يفقد الطاقة اللي اكتسبها خدت بالك يا مستر أحمد؟ اللي هي العشرة اللي هي الله أكبر صح اللي هي العشرة جول يعني هو طلع من خمسة طلع لفوق لما اكتسب طاقة مقدرة عشرة جول علشان ينزل قال لي لا علشان ينزل يرجع للخمسة لازم يفقد من العشرة جول اللي هو اكتسبهم اللي هي تساوي فرق الطاقة بين المستويين طيب طيب حيفقدها في صورة ايه؟ أعتقد أن في حد هيكمل كم من الطاقة بين قوسين اسمه كوانتم عارفين ده يرجعنا لإيه؟ ده يرجعنا لإسم الفيزياء الحديثة الفرع الكامل اللي احنا بندرسه اسمه الفيزياء الحديثة الفيزياء الحديثة سميت الفيزياء الحديثة بلانك فيزيكس أو فيزياء بلانك وسموها فيزياء الكامل أو فيزياء الكوانتم لهذا السبب لأن بلانك هو اللي اكتشف الإشعاع وقال إن الموجات الكهرومغناطسية عبارة عن كمات منفصلة من الطاقة عبارة عن ايه؟ كمات منفصلة من الطاقة يعني الضوء بالنسبة لنا لما يجوا يسألوا الفيزياء التقليدية الفيزياء القديمة لما يجي يسألوا الضوء عبارة عنه في بداية ازدواجية الموجة والجسيم الطلب الشاطرين اللي بتابعوا الازدواجية الموجة والجسيم كان اول حاجة مدخل الفيزية التقليدية والفيزية الحديثة هي مقارنة بين كلمة الضوء هو الضوء عبارة عنه الفيزية القديمة قالت الضوء عبارة عن موجة لانه قابل للانتشار قابل للانعكاس قابل للانكسار قابل للتداخل وقابل للحيود ده مين اللي قال كده علماء الفيزية التقليدية طب لما سألوا علماء الفيزياء التقليدية قالوا لهم مما يتكون الضوء يعني الضوء ده عبارة عن ايه قالوا لهم ما عرفش هو الضوء ده عبارة عن موجة في تعريفاتنا لما جيب لانك وبدأ يعمل التجارب اكتشف أن الضوء له كتلة وله حجم فقالوا أنه هو عبارة عن جسيم فأطلق على الفصل اسمه ازدواجية الموجة والجسيم أي أن الضوء عبارة عن موجة ولها خصائص جسيمة مش موضوعنا عشان ما نضيعش وقت الحصة فهقول هنا حيطلع الإشعاع في صورة كمات منفصلة من الطاقة تسمى كوانتم وزي ما مستر أحمد قال قال هنا دول اللي طالعين الطاقة دي الفتونات دي طاقتها بتساوي فر ها الطاقة بين المستويين يعني ايه الكلام ده يعني الفتونات اللي طالعت دي لها نفس طاقة الفتونات التي سببت أو التي تسببت في إثارة هذا الإلكترون حقول الجملة دي تاني الأهمية حقولها تاني الأهمية هو الفتون اللي ساقط طاقته بتساوي بتساوي 2-E1 طب الفتون اللي خارج طاقته بتساوي بتساوي 2-E1 إذا جملة واضحة نكتبها ونسجلها مع بعض أن الفتون المسبب لإثارة هذا الإلكترون يتساوي طاقته مع الفتون الذي يسقط أو الذي ينبعث اللي هو اللي طالع ده طيب خلينا نكمل عشان ندخل فيه يعني ايه الدرس الليزر وهو راجع بيسموها عملية استرخاء آه تعريف كمان عندنا الحاجات البسيطة اللي هي من بين السطور ديت عايز الطالب هو بيذكر فيزياء الحديثة يفتح كتاب المدرسة ويقرأ كل الكلمات ويخطط ويفهمها لأن دي ما تخلى سيلة كتير جدا من بين السطور عشان ما يجيش يقولي ليه الامتحان من برة المنهج لا الامتحان بيجي من جوه الكتاب المدرسة ما المقصود بعملية الاسترخاء بالفهم وليس بالحفظ عملية الاسترخاء هي عودة ها تقدر تقول لها مستر هي عودة الإلكترون من مستوى أعلى إلى مستوى أقل من مستوى أعلى الله ينور من مستوى الإثارة إلى مستوى الاستقرار من مستوى أعلى إلى مستوى أقل بس إمتى بعد انقضاء فترة العمر يعني بعد ما يخلص فترة العمر كاملة دون مؤثر خارجي آه يعني رجع بمزاجه بمعنى بسيط كده وبالعمية المطلقة عشان كل اللي قاعدين يسمعوني يفهمون وانا بقوليه حلم الموضوع كله بسرعة كده عشان ايه ادخل على طول في الانبعاث المستحس هو انا بتكلم على ايه في البداية قلت كلمة ليزر الحروف اللي مكتوبة دي كلها كابتل لان هي اختصار لجملة كبيرة بتقول ان الليزر هو light amplification عملية تكبير الشعاع الضوي انا لسه من شوية قلت الضوء في ازدواجية الموجة والجسيم عبارة عن فتونات طيب حسألك يا مستر كم فتون من وجهة نظرك سقطوا هنا واحد كم فتون طلع واحد هل حدث عملية تكبير يعني لما اقول الطلب والشاطرين متساوي اذا هنا ما حصلش عملية تكبير في الليزر كمان شوية هيسقط واحد هيخرج عدد كبير جدا من الفتونات فيحدث عملية التكبير يبقى ايزا الانبعاث التلقائي من وجهة نظر الطلبة اللي قدين مركزين معايا الانبعاث التلقائي ده يا طرح هيديني ليزر لا هيديني ضوء عادي يبقى ايزا الانبعاث التلقائي مشهور وموجود في الضوء العادي اللي احنا شايفينه قدامنا ده يبقى الضوء العادي اللي هو موجود عندنا ده بينتج بسبب مين عملية تسمى عملية ايه الانبعاث التلقائي طب انا برتب لحاجة كمان شوية هقولها علشان كل اللي بيسمعني يركز معايا طيب والليزر هيجي منين لا هيجي من عملية تسمى عملية امبعاث مستحاس حقول الجملة تاني بسرعة يلا رقم واحد عد معايا طالما زل الالكترون يدور في المدار المحدد له فانه لا يفقد ولا يكتسل طاقة رقم اتنين اذا سقطت عليه طاقة بتساوي فرق الطاقة بين المستويين هيعمل باي هيمتص هذه الطاقة واسعة دي ل مستوى اعلى طيب هذه العملية تسمى عملية الاصارة يبقى الاصارة صعود الالكترون من مستوى اقل لمستوى اعلى يقضي فترة العمر اللي هي تقريبا عشرة او سالك تمانية ثانية طب هي كبيرة جدا ولا صغيرة جدا صغيرة جدا ليه لان الزرة دائما تميلة لحالة الاستقرار طب كويس طيب وهو راجع هيرجع ازاي عنده احتمالين عشان ندخل على طول على الليزر عنده احتمالين ونبص مع بعض على الصبورة كده بشكل بسيط الالكترون ده يا جماعة علشان نتابع بفهمه ونبدأ بداية صح الالكترون ده عنده احتمالين يئمة وحقولها بالعمية عشان محدش يسرح يئمة ينزل بمزاجه يعني ايه بمزاجه حالة استقراء يعني اه حيقضي فترة العمر حيقض فترة العمر كلها كاملة محدش هيأثر عليه ويرجع للمستوى الاقل لو عمل كده حنطلق على هذا النوع من الانبعاست يسمى انبعاست تلقائي الانبعاست التلقائي ده المشهور في مصادر الضوء العادية طيب والفرد التاني قبل ما ابدأ الفرد التاني ان هو يسقط غصبا عنه طيب يعني ايه غصبا عنه يعني الاول بدون مؤسر خارجي الاول بدون مؤسر خارجي اللي هو الانبعاست التلقائي اللي هيعمل الضوء العاد التاني بقى اللي هو الليزر حيسقط مجبر غصبا عنه حيرجع قبل انقضاء فترة العمر يبقى هو مش هيكمل فترة العمر في حد هيجي كمان شوية هيجبره على الهبوط الى المستوى الاقل قبل انقضاء فترة العمر بعد كده بالتتابع بالرسومات حينطق حاجة اسمه ايه ليزر انه ما نعايز ايه الطلبة اللي بتتابعني نبدأ مع بعض يبقى كلنا مع بعض كده ما للمقصود بالانبعاست التلقائي وده عشان نقفل الصفحة دي الانبعاست التلقائي هو هو انبعاست نتجة بسبب عودة الالكترون من مستوى اعلى الى مستوى اقل بدون مؤسر خارجي بعد انقضاء ما شاء الله تمام بعد انقضاء فترة العمر ودون مؤسر خارجي الصبورة اللي قدامنا دي هاريت نركز فيها علشان ناخد الموضوع بالفهر ما بحبش الطالب في الفيزياء الحديث حاولها للمرة المليون الفيزياء الحديثة مش مادة للحفظ لا انا رسمت رسمة زي دي مش لازم بقى قعد اكتب جنب الصبورة كده قعد اكتب يلا بينا مال مقصود بموضوع اللي صار والطالب يقعد يكتبها عشان يحفظها لا افهم الرسمة اللي على الصبورة سجلها في دماغك هتعرف تطلع منها كل الحاجات دي طيب اذا قبل ما امسح ده مسترح احنا هنا الانبعاث التلقائي مشهور فين اه قال لي مشهور في مصادر الضوء العادية يبقى ممكن يجي سؤال يقول لي هو الضوء العادي بينتج عن طريق عملية هقول له على طول وهرد عليه وقول له عملية امبعاث تلقائي يعني امبعاث تلقائي وانا بمسح كده رجع يعني الالكترون حيرجع من المستوى الاعلى للمستوى الاقل بعد انقضاء فترة العمر دون مؤثر خارجي طيب خلي بالك احنا لسه الطلب العزاء اللي بتابعه انا لسه في الانبعاث التلقائي عندي جملة مهمة جدا في الانبعاث التلقائي طيب رقم واحد بيقول لي لو انا عندي مثلا نقولها بالارقام كده وبضوح لو انا عندي مية زرة وحعملهم عملية اصارة يعني حديهم كلهم طاقة هو العلماء قالوا ايه ايه الفروض اللي هتحصل هنا قال لي والله كل زرة هتكتسب قدر معين من الطاقة وتصعد الى مستوى معين يعني تصعد المستوى معين في منها يصعد المستوى التاني منها يصعد المستوى الرابع منها يصعد المستوى الخامس واذا معنا كده ان الزرات تصار بدرجات متفاوتة طب بعد ما تصار بدرجات متفاوتة هحط فرد بسيط على الصبورة كده علشان اقول تاني محدش يحفظ الفيزياء الحديث بص على الرسمة وتكلم من خلال الرسم العلماء لما جون يفكروا هم دول كده في مستوىات اصارة يا ترى هيروحوا فين انا مثلا عندي هنا اللي هو اي وان تو ثري فور مثلا لو كلهم موجودين في مستوى اصارة معين ايه الفروض اللي ممكن تحصل على الصبورة قال لي لا دي فروضة عشوائية كلها طب يعني ايه فروض عشوائية قال لي والله ممكن ده يفق الطاقة يرجع للمستوى الاول طب حد يقدر يكمل معايا هو ده لو رجع للمستوى الاول هيفق الطاقة بتساوي ايه بتساوي فرق الطاقة بين المستويين اللي هو بيساوي مين ايه 4 ناقص ايه 1 طيب خلينا نركز شوية كده عشان نشوف انا عايز اوصل ليه هو لو رجع من هنا الهنا طلب الشاطين المتابعين لما يرجع من هنا الهنا هيعمل ايه هيفق الطاقة مقدرها حد يرد علي ايه 4 ناقص ايه 3 ايه 3 طب بهدوق كده ايه 4 ناقص ايه 3 يعني حد يعتقد انه هو متساوي مع ايه 4 ناقص ايه 1 طبعا لا لا تمام طيب قال لي طب ما هو ممكن يرجع من المستوى الرابع اكمل ها للتالت فيفق الطاقة بتساوي ايه 4 ناقص ايه 3 معايا طيب ما هو ممكن يرجع من هنا للأول ايه 4 ناقص ايه 1 خلينا نخلص صبرها دي بهدوق عشان ما نضيعش وقت الحصة برضو تاني بيقول لي تعالى بسرعة كده وبهدوق عايز ايه هدوق في التفكير ونبص على الصبورة كده هو الفتونات اللي طالعة دي لو انا اديت الفرصة لأي حد من اللي بيتابعني والطلبة الشاطرين اللي قاعدين بصين على الصبورة كويس ومركزين لو انا عايز اوصف الفتونات دي هاوصفها ازاي حقول كلهم ليهم نفس الطاقة طبعا لا يبقى ايزا ليس سجل معايا لهم نفس الطاقة حد يفكرني كده بسرعة الطلبة اللي بتنسى الايه بتساوي اتش نيو هو ده ايه ده قانون طاقة الفتون الانرجي الايه اللي هي طاقة الفتون بتساوي اتش اللي هو ثابت بلانك الاتش اسمه ايه ثابت بلانك ونيو هو التردد طبعا ما ده ثابت سامح حد بيقول لي ها ان الطاقة والتردد علاقة ايه تردية والتردد والطول الموجي علاقة عكسية حاول تاني عشان ايه في ناس اعتقد انهم يكونوا سرح تعالوا نبص كده تاني محدش يسرح ها الفتونات اللي طالعة دي انا عايز اوصفهم وصف من خلال الفهم وليس الحظ انا عايز اوصف دول رقم واحد احنا شايفين كده مستر احمد ها شايفين ان هم كلهم ليهم نفس الطاقة طبعا لا طبعا ليس لهم نفس ليه الطاقة طيب ما هي الطاقة تردية مع التردد ليس لهم نفس التردد ليس لهم نفس الطول الموجي طب هسأل سؤال بالراحة كده وبهدو هما طلعين من مكان واحد لان هلاقي واحد طلع من هنا واحد طلع من هنا واحد طلع من هنا واحد طلع من هنا اذا هما مش طلعين من نفس المكان فبيقول عليه غير مترابطين زمنيا ومكانيا لا واحد واحد يعني ايه هو انا بقول مثلا واحد صاحب يسكن معايا في نفس العمارة واحنا طلعين من نفس العمارة ومشيين جنب بعض فبيقوله انت طالعين في نفس الوقت وفي نفس اللحظة ومن نفس المكان فيسمين انا وزميلي يسميني ان احنا الاتنين مترابطين زمنيا ومكانيا طيب هل هم دول اللي قدامنا دول من وجهة نظرنا بالشغبات اللي انا عاملها على الصبورة دي هل دول طالعين من نفس المكان قال لي لا يبقى غير مترابطين مكانيا طيب هو لما يسكت واحد من المستوى الرابع للمستوى الاول زي اللي هيسكت من الرابع للتالت في نفس الوقت طبعا لا ياخد زمن مختلف زمن مختلف. يبقى ايزا هنطلق جملة عليهم ان الانبعاث التلقائي سجل معايا. ممكن يجي في الامتحان يقول لي اسكر خصائص اسكر خصائص فتونات الانبعاث التلقائي. انا بحاول اوصل الطلب اللي قدامي ان هو ما يعودش يحفظ الفيزياء الحديثة. انا بقول كلام. لا سئلة دي بتيجي نصا كده في الامتحان. ولكن من خلال الفهم والصبورة اللي قدامنا دي لما يجي يقول لي بهدوء اسكر خصائص الانبعاث التلقائي اذكر قصائص فتونات الانبعاث التلقائي هقول له هذه الفتونات ليس لها نفس الطاقة فيه ناس بتكمل معي وليس لها نفس التردد وليس لها نفس الطول الموجي وغير مترابطين يا مستر ها زمنيا وإيه ومكانيا فيه واحد قال لي انت هتوجع دماغي ليه متقول عليهم فتونات مشتتة والله فعلا لفظ جميل ومناسب للشغبط اللي انا عملتها الصبورة فقلم الاخر كده يعني فتونات مشتتة موجودة فين الطالب اللي بيتابعني طب يا مستر موجودة فين البعث التلقائي فيه مصادر الضوء العادية مصادر الضوء ايه العادية يعني انا جاي النهاردة عشان اشرح وقارن بين الضوء العادي وضوء الليزر اي حد بيتابع واي حد بيسمعني هي حصة النهاردة كلها ملخصة في كده عندي لمبة منورها في البيت وعندي كشاف ليزر هو ايه الفرق بينهم هو ده كل الفصل بيتكلم على الجزئية دي اذا نحن كل الكلام اللي كلمنا ده مستر على الدوق العادي بس احنا تكلمنا على الدوق العادي بس يبقى نلخص الجملة دي كلها بسرعة رقم واحد الانبعاث التلقائي اذكر خصائص فتونات الانبعاث التلقائي حقوله رقم واحد منها الصبورة ليس لهم نفس الطاقة ليس لهم نفس التردد ليس لهم نفس الطول الموج غير مترابطين زمنيا ومكانيا قال لي بين قصين فتونات مين مشتتة وتشتهر في مصادر الضوء العادي طيب اهم صبورة هتتكتب في درس الليزر او فصل الليزر بمعنى صح تقريبا الصبورة اللي جاية ان شاء الله هيتلقص عليها كل اللي انا عايز اقوله في الليزر يعني ننتبه ونركز وراء وقلم ونكتب محدش يقعد يسمعني وخلاص طيب هنقعد مع بعض بشكل بسيط جدا نحكي حكاية بسيطة لو وصلنا بإذن الله لفهم الحكاية دي كده احنا تقريبا فهمنا كل فصل الليزر ده المستوى الاول ده مستوى التاني مستوى القصارة الارضي والقصارة طيب قبل مشرح الجزئية دي هرجع بسرعة انا سألت مستر رحمة سؤال ورد علي بإجابة جميلة جدا بس مش عارف بقى الطلبة خدت بالها ولا لقى ها همساحة تاني واشوف نسترجع مع بعض في الصبورة اللي فاتت لما انا كنت بشرح الانبعاث التلقائي قلت فروت كده وقلت ان الالكترون ده هيفضل زي ما هو بس لو سقط عليه فتون ها يا سلام لو حد يتابع معي بيساوي فرق الطاقة بين المستويين اللي هو اي واحد ناقص اي اتنين او اي اتنين ناقص اي واحد الالكترون هياخد الفتون ده ويعملين ويطلع للمستوى اللي فوق طيب هسألك يا مستر رحمة عشان الطلبة تركز يبقى الالكترون اللي فوق ده مخزن جواه فتون طاقته بتساوي اي اتنين ناقص اي واحد لما سألت حضرتك وقلت لك الالكترون ده هيقضي فترة العمر ويرجع هيفقد ايه قلت ليه كم فتون فتون صح تمام ده بيسميه فتون ساقط وده بيسميه فتون منبعث سؤال سريع وموجه لكل الطلبة في الانبعاث التلقائي كان كم فتون ساقط واحد كم فتون منبعث واحد هل ازداد وحدث عملية تكبير يعني عدد الفتونات زاد لا متساوي متساوي يبقى في الانبعاث التلقائي بكل هدوء وكل بساطة واللي بتابعني هقول له سقط فتون واحد خرج فتون واحد اذا لم يحدث عملية تكبير للشعاع الضوي اذا لم ينتج ليزر طب الصبورة اللي قدامي دي توقعتنا ايه توقعتنا انه هيسقط فتون واحد ويحدث له عملية تكبير يعني هي عملية تكبير يعني هيطلع عدد كبير جدا من الفتونات نتابع مع بعض طب معلش تاني نبص على الرسمة دي هو الفتون لما سقط هنا محدش مركز هنبص على الرسمة دي التاني من بداية الفتون ده لما بدأ يسقط على الظرة سقط عليها وهي في حالة استقرار ولا كانت مثارة استقرار قال لي لا برافو عليك يا مستر كان في حالة استقرار يعني الفتون اول ما سقط على الظرة كانت الظرة في حالة استقرار تعالوا كلنا بقى نتابع ونشوف الرسمة دي ونستفاد ونفهم الموضوع بص يا مستر انا هرسم ايه وطلب الشاطرين بيتابعوا بيكتبوا وحيلحظوا بسرعة انا هاول ايه يلا ها الحاجات دي بحب دايما اوضحها للطالب يا اما بالالوان يا اما بإقلام المهم مثال توضيح يفهم الطالب طيب كلنا مع بعض كده نبص على السبورة هقول لك يا مستر احمد انا عايز اوصل ليه عارف اللون اليسود ده اناقصد بيه مين اناقصد بيه الالكتروني اللي كان جاي من تحت وطلع لمستوى الاصارة يبقى بالراحة كده لو احنا ملاحظين الالوان على الشاشة يعني الاحمر ده نقطة الاستقرار والليسود ان هو طالع للاصارة لا لا احاولوا واحدة واحدة الليسود ده كان الالكتروني اللي موجود في المستوى الاول تمام نركز على الصورة دي كده الليسود ده كان جاي هو عبارة عن الالكتروني اللي كان موجود في المستوى الاول تمام لما سقط عليه فطون اللي هو لونه احمر يعني انا بعبر عنه باللون الاحمر خد الالكترونات خد الفطون وعمله وطلع لفوق إذن أنا مصور السورة دي عبارة عن إيه عبارة عن إلكترونات في حالة إثارة كلها مخزنة جواها مين مخزنة جواها فطون المسبب للإثارة حاولها كم مرة سريعا يلا عشان نأكد المعلومة ونركز مش مهم لو استوعبنا الصبرة دي على مسؤوليتي الليزر كله خلاص إن شاء الله يبقى إيه انتهى لما كنا هنا كان فيه إلكترون موجود في المستوى الأرضي أنا معلش يعني عشان الألوان ونستغل الفرصة اللون الأسود أنا أقصد به الإلكترون لما سقط عليه فطون لونه أحمر خد الفطون وطلع به للمستوى اللي فوق أنا بعمصور الصبرة دي في اللحظة دي عندما تكون الزرات كلها في حالة إثارة يعني ده مخزن فطون وده مخزن فطون ودعم خزن فطون ودعم خزن فطون يا سلام مين شاطر يقول لي الفطون اللي جوة طاقتו بتساوي ايه بتساوي فرق الطاقة بين المستويين اللي هي بتساوي مين ايه تنين نائس ايه واحد ما وعمره ما حيطلع من المستوى الارضي للمستوى الاعلى الا اذا اكتسب فطون طاقتو بتساوي فرق طاقة بين المستويين طيب يا طرة ايه اللي هيحصل وانا عايز اوصل الطالب اللي قدامي لإيه يلا باسم الله كده ماذا لو سقط فطون في هذه اللحظة طاقته بتساوي اي 2 ناقص اي 1 هقول جمل خطيرة جدا 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 عشان كده تعمت تشرح فصل الليزر بعد توقف الدراسة للأهمية عشان كل الطلبة تسمع والتابع بردوك سقط أثناء عملية الإسارة في يعني زي ما بيقولوا كده العرف التقليدي بيننا كده يقول لك البحر يحب الزيادة مثلا يعني معلش ده فهم خاطئ للليزر فحاولها بهدوء دلوقتي مثلا أنا اديت لي واحد طاقة فطلع من المستوى الأول للمستوى الثاني كويس طب ييجي يسقط عليه طاقة بتساوي اي 2 مائس اي واحد يرد طالب يقول لي حيكتسبها حاوله لأ بعد إذنك سجل الجملة دي عندك واكتبها كويس الإلكترون لا يثار إلا مرة واحدة حاولها تاني الإلكترون لا يثار إلا مرة واحدة الإلكترون لا يثار مرتين يعني أي سكوت أثناء الإسارة ملوش أي مؤسس حيعمل حاجة بقى تاني بس بروفه عليك يا مستر اللي هو ايه تعال بقى المعنى العام اللي هو البحر بيحب زيادة لا مش عندنا هنا في الليزر لا مينفعش بيقول لي لو سقط فطون على زرة مصارة بالفعل لما أشرح الجزئية دي قدام الطلبة بلاقي تفاعل منه بيقول لي يا مستر حياخد الطاقة ويطلع أقول له لا بعد إذنك مش هياخد الطاقة لأن في مبدأ عنده أنه لا يصار إلا مرة واحدة لا يصار مرتين طيب يا طرق إيه اللي هيحصل قال لي بعد إذنك نتابع مع بعض هو ده المفروض يقعد قد إيه هنا هيقعد عشرة فاكر الرقم يا مستر واستسالة بتمانية ثانية وده هيقعد قد إيه عشرة واستسالة بتمانية ثانية أنا عايز الطالب الزاكي الشاطر الطالبة اللي قاعدة مركزها معايا كل الطالبة اللي بتبعنا يبدأ يرسم الحاجات اللي أنا برسمها ويذاكرها ويبدأ يفهم الموضوع واحدة واحدة ونشوف إيه الأخطاء اللي ممكن نقع فيها هاي على الصبور طيب الإلكترون ده المفروض جميع هذه الإلكترونات زي ما متفق من شوية من على الصبور اللي فاتت المفروض يعودوا بمقدار عشرة واستسالة بتمانية ثانية دي فترة العمر دي فترة العمر طيب هو الفوتون اللي هو تقطو إي 2 نايس إي 1 لو سقط على الزرة في الحالة دي اتفقنا مع بعض مبدأ سامع ناس بتقول الإلكترون لا يصار إلا مرة أحدة الله ينور لا يصار إلا مرة أحدة طيب يا طرح يعمل إيه قال لي فإن هذا الفوتون يجبر يعني إيه يجبر بقى دي آه يعني هيخلي الإلكترون من الآخر كده ينزل غصبا عنه فإن هذا الفوتون يستحث آه بسم الله ما شاء الله ما هو إحنا لو فهمنا الموضوع هيبقى الموضوع بسيط فإن هذا الفوتون يستحث الإلكترون على العودة إلى المستوى الأرضي قبل إنقضاء فترة العمر تاني هو الإلكترون لو سألته أنت نفسك فيه يقول لي والله أنا نفسي أعد فترة العمر وفترة ليه العمر كلها كاملة وبعد كده أرجع تلقائيا بمزاجي طيب إحنا عندنا نوع جديد إننا حرمي عليه فوتون طاقته بتساوي فرق الطاقة بين المستوى قال لي هذا الفوتون يعني إيه كلمة يستحث لغويا يعني نوضحها للطالب بشكل أود كلمة يستحث دي الله ينور عليك كلمة أنا قلتها في النص كده يستحث يعني يكبر يعني يدفع تمام يعني يؤمر الإلكترون على العودة قبل إنقضاء فترة العمر تمام حاولك أم مرة حضرتك سألت السؤال هو مغزن الموضوع أصلا لأننا بدأنا لما أنا كنت بترجم الكلمة اللي بالإنجليزي قلت لو تفتكر معايا كلمة استيموليتي دي مشان يعني انبعاث مستحث يعني التاني كان تلقائي كان بينزل بمزاجه بعد إنقضاء فترة العمر إنما ده اسمه انبعاث مستحث يعني هيجبر على هذا الإيه الانبعاث اللي هي اللقطة اللي احنا وقفينه قدامها دي تمام تمام كده طيب نقول تاني بسم الله كده عندما سقط الفطون على زر مصارى بالفعل فإنه يستحث فإنه يدفع فإنه يجبر فإنه يأمر الإلكترون على العودة إلى المستوى الأرضي قبل إنقضاء فترة العمر يا سلام يا مستر أحمد لو تكملها طيب علشان الإلكترون ده يرجع لازم إيه لا 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 لازم يفقد الطاقة اللي هو اكتسف اللي أنا ملونها باللون الأحمر ما هو جوا أصلا إيه ما هو جوا فتون من البداية طاقة للفرق بين الإيوان وإيوان الله ينور دي بنسميها في الفيزياء بنسميها فتون طهو أصلا من فوق كان جوا فتون لونه أحمر وسقط عليه فتون برضو لونه أحمر يعني نفس الطاقة أنا بشبه الألوان عشان إيه نوصل لما عندما يعود هذه الإلكترون لازم يفقد الفتون الأول بس الله ينور طيب بعد إذنك يا مستر أحمد معلش هتحبك معي كده كان فتون طلعي ها قولوا ما تخافش ها اتنين اتنين ما هو فيه واحد ساقط خلى الإلكترون يرجع غصبا عنه تمام سحب منه مين الفتون الثاني بقى عند الاتنين دول تعالوا نسميهم مع بعض ده اسمه إيه ده اللي ساقط الأول وده اللي اتفقد وده المنبعي اهه اللي هو تمام ها ينور عليك مستر بلنا ما شاء الله ها طبع تحبك معي كمان شوية صد طب الاتنين دول لو دخلوا على الزرة رقم اتنين ها الطلب هتجاوه لو الاتنين دخلوا على الزرة رقم اتنين في وضع الاستقرار ولا فوق اهو في وضع الاستقرار تمام هيعمل رفس الموضوع ازاي قال لي فإن الاتنين دول وهم دخلين على الزرة رقم اتنين هيكرروا نفس ليه الحكاية دي هيستحسوا الالكترون يلا بينا ها على العودة ها قبل انقضاء فترة العمر فترة العمر مه يلا ها هيطلع كم فتون يا مستر طلب الشاطرين المتابعين هيطلع ثلاثة ده هو حد يسرح تمام المنبعث والساقط والساقط الجديد والمنبعث الجديد المنبعث الجديد سوريا اللي كان هنا والمنبعث من الزرة الاولى والمنبعث من الزرة التانية كده بقوا كم فتون ثلاثة طب ما تيجي نكمل قال لي ما هو نفس الموضوع الثلاثة دول دخلوا على الزرة بعدها فإنهم يستحسوا هذا الالكترون على العودة قبل انقضاء فترة العمر يطلع كم اربعة اربعة لا ما خلاص بقيت لها بقى يلا خيستحسوا هذا الالكترون العودة بقوا كام خمسة بقوا خمسة مين متابع وشاطر ويرجع يقول لي يا ترى إيه اللي حصل يبقى حاجة كويسة جدا وممتاز جدا يا مستر أحمد طلب الأعزاء حبابنا احنا داخلين بكم فتون بواحد طالعنا بكم فتون بعدد كبير جدا من الفتونات إذن حدث عملية تكبير وتطخيم للشعاع الضوء اللي أنا بدأت في الحصة الأولى ده اللي اسمه الليزر اللي هو الليزر اللي هو الليزر اللي هو حصل إيه بيهدوء كده وبالراحة طب معلش نتابع مع بعض نبص هنا كده الجزئية دي كده نبصي لها كويس ونركز عليها هنا في الانبعاث التلقائي كان كام فتون ساقط فتون واحد ساقط تمام فتون واحد إيه ساقط كام فتون منبعث فتون واحد منبعث في الانبعاث التلقائي عدد الفطونات اللي سقطت واحد طلع كام؟ طلع واحد إذن لم يحدث عملية تكبير تعالوا هنا في الانبعاث المستحاس سقط كام؟ واحد طلع عدد كبير من الفطونات إذن حدث عملية تكبير وتضخيم للشعاع الضوي ونتج شعاع ليزر عن طريق عملية تسمى عملية لإيه؟ الانبعاث المستحاس تم تيجي نشوف أسئلة الانتحان بتقول إيه؟ ده الفهم أنا لسه ما كملتش طبعا ما المقصود بالانبعاث المستحاس؟ الانبعاث المستحاس هو عودة الإلكترون أو عودة الزرة من مستويات الإثارة إلى المستويات الأرضية قبل انقضاء فترة العمر قبل انقضاء فترة العمر إمتى؟ عن طريق تأثرها عن طريق سقوط فوتون يساوي طاقته ويتساوي فرق الطاقة بين المستويات تمام؟ نحن كده بنتابع واحدة ونركز قال لي بس أنت عندك مشكلة على الصبور أنا بحب دايما أشرح الليزر عشان الطلبة تفهم الموضوع ما يبقاش الموضوع احنا عملين نحفظ وخلاص ومش فاهمين الموضوع مش إزاي اللي على الصبورة ده فيه جزء خاطئ الجزء الخاطئ قال لي بعد إذنك هو الرقم ده أديه؟ قلت له عشرة قصة سالة بتمانية ثانية قال لي ما أنت من شوية؟ طالب بيسألني بقول لي أنت من شوية مستر قلت إن الرقم ده صغير جدا فعلا صغير جدا ده جزء من مئة مليون جزء من الثانية طيب يالخطأ اللي على الصبورة؟ قال لي تعالى هنا أنت غلطان إيه الغلطة؟ قال لي ما هو الفطون ده نركز هنا الفطون ده لما سقط على الزرة المصارى فعلا الجزء الأول ده صح استحثت الإلكترون على العودة قبل انقضاء فترة العمر كلامك صح يا مستر الغاية هنا وطلع كم فطون؟ اتنين قال لي بس الله أسف الاتنين دول وهم دخلين على الزرة اللي بعدهم قال لي الفترة دي قصيرة جدا طيب وبعدين مش فاهم يعني من الآخر كده الإلكترون ده هيرجع للمستوى الأرضي قبل ما الاتنين دول يوصلوله طيب يعني يعني يرجع للمستوى الأرضي؟ قال لي يعني حيقضي فترة العمر هيكمل فترة العمر كاملة أهو أهو أنا بتكلم انبعث التلقاي يعني ده هيعمل انبعث تلقاي ويدي فطونات مشتتة قبل ما ده يوصله يا رب كل الناس اللي أعدم تبعين تكون فهم وحاولها تاني أجين تتقال تاني مش مهم ما هو الصبورة دي هي الليزر يعني الطالب أو الطالبة اللي بيفهمه الصبورة دي دايما لما بشرح الصبورة دي لو تفهمت أقول له خلاص انت أكمل الليزر لواحدك بقى لأن انت فهمت كل المصطلحات دلوقتي بهدوء أنا عندي كام فتون هنا واحد واحد سقط على زر مصار كمان كويس الكلام لغاية كده صح فقال لي ياخد ياخد فتون كمان معاه قلت له ياخد فتون معاه فيبقى فتون سقط وفتون منبعث احنا لغاية الجملة دي يا مصطر صح زي الفل تمام قال لي بس للأسف الفترة دي قصيرة جدا يعني لحد علشان الاتنين دول يدخلوا على الزرة اللي بعدها قال لي حيكون الالكترون اللي هنا قضى فترة العمر خلص فترة العمر وراجع وعمل انبعاثة القاي يبقى أنا دخلت بفتون طلحت باتنين فتون يبقى أنا ما عملتش عملية تكبير وتضخين مش حارة فأعمل المعنى الكبير للليزر قال لي طب وإيه الحل دايماً أحط الطالب هنا قدامي علشان يتعب شوية معي وقول له تعالى نحلها مع بعض حل دي لو حلت دي يبقى احنا ماشيين خطوة خطوة نفهم الليزر قال لي الحل بسيط الفترة دي يا مصطر هي ثابتة أقول له لا تصغير تدرجية الفترة دي مش ثابتة في كل الزرات يعني أنا عندي كل مستوى كل مستوى طاقة في جميع الزرات كل مستوى اللي هو فترة عمر خاصة به هو شخصية طب معناها ايه؟ معناها أن أنا بدور أو العلماء حيروحوا يدوروا نتابع ونركز العلماء حيروحوا يدوروا على زرات أو مواد تتميز بطول فترة العمر يعني يعني بدل ما اللي اتنين دول وهم رايحين على رقم اتنين يلقوها قادة فترة العمر قال لي تم تجيب عناصر دور كده على مواد تتميز فترة العمر لها بأنها كبيرة نسبيا قال لي فعلا العلماء اعملوا كده يا مستوى وراحوا يدوروا على بعض العناصر لقوا بعض المواد عندها مستويات اثارة عشرة استسالة ثلاثة سانية كلام طبعا يحتاج توضيح حاجات بسيطة جدا تحتاج توضيح وتركيز من الطالب جويل اللي انت عملت يا مستر قلت له واحدة واحدة كده هنا مثلا عشان نمسحة تاني هي فترة العمر التي قالت بتاركة أشرة استسالة سطر golpe ثمانية سانية معليش حاجة بسطة جدا كده نضيع فيها لحظة بس نفهم عشرة استسالة ثمانية سانية فقال لي هو دور على مواد فترة العمر الليها أكبر عارفين أكبر يعني ده قال لي عشرة استسالة ثلاثة سانية قال لا اطالب سريعا كده اللي عايز يحسب عشرة استسالة سانية على عشرة استسالة كده لما تطلع مجب لما دي تطلع فوق بتتحول إشارة مجابة فيبقى عشرة أس خمسة منها يعني باختصار مش هنضيع تركيز الطالب معايا معلش قال لي الفترة دي قد الفترة التانية مئة ألف مرة قد الفترة التانية مئة ألف مرة يعني مئة ألف مرة قال لي يعني إذا كان هنا هيقضي يوم واحد إذا كان هيقضي هنا يوم واحد حيقض في عشرة أس خمسة ثمانية سانية لو حيقض يوم واحد حيقض هنا مئة ألف يوم مئة ألف يوم طيب يبا إذا هو عامل استخدم مستويات شبهة مستقرة يبا إذا ما المقصود بالمستوى الشبهة المستقرة هو مستوى يتمايز بطول فترة العمر نسبية طيب يبا إحنا كده حقانا للصبورة ده الفتونات دي حنوصفها مع بعض هنوصف في فاصل الحاجة نعم تبي كنتينيو كملا ماشي الفتونات اللي بره دي الفتونات اللي بره دي عايزين نوصفها مع بعض آه الفتونات دي لما نيجي نوصفها هنلاقيها هنلاقيها لها نفس الطاقة ولها نفس التردد ولها نفس الطول الموجي ومترابطين زمنيا ومكانيا يعني طلعين من نفس المكان وفي نفس الوقت وهو ما يعرف باسم شعاع الليزر طيب هنحط هنا أخيرا كده لو حطينا مرقاة عكسة هنسميها بعد كده اسمها التجويف الراني لو الخمس فتونات دول راحوا للمرقاة العكسة هيرجعوا تاني بس هم راجعين تاني هيكون الزرات اللي قدامي دي حصل لها عملية إثارة وطلعت لفوق حتحقق حاجة اسمها عملية الإسكان المعكوس والمرقايتين دول هيسميهم اسموهم التجويف الراني تمام كده دي صورة مبسطة لفصل الليزر تب يدينا ديفي نشن كده يا مستر بين بقى الانبعاث المستحس والانبعاث التلقائي الانبعاث التلقائي في الديفينيشنز بينهم التعريفات جميل التعريفات أقولها بالعامية الطالب يعرف يكتبها الإلكترون الإلكترون وهو موجود يعني اختصار للكلام اللي بيتقال ده إن أنا لو عندي مثلا إلكترون موجود في المستوى الأرضي تمام إلكترون موجود في المستوى الأرضي علشان يحصلوا عملية إثارة لازم ياخد فوتون بيساوي فرق الطاقة بين المستويين فيطلع للمستوى الأعلى طيب النقطة الجوهرية في حصة النهاردة إنه هو لما يطلع للمستوى اللي فوق عنده احتمالين اللي هو حضرتك بسأل عليهم اللي هو الديفينيشنز اللي هي للمبعاث التلقائي واللمبعاث المستحس لو رجع تلقائيا الجملة بتتألي وحدها لو رجع تلقائيا بعد انقضاء فترة العمر يبقى اسم مبعاث التلقائي وهو مشهور في مصادر الدوء العادية طب لو نزل بسبب سقوط فوتون يبقى هو نزل تلقائي ولا نزل مجبر نزل مجبر على العودة قبل انقضاء فترة العمر فهيعمل حاجة اسمه انبعاث مستحس وهو مشهور في مصادر اللي شرفتنا مستر علي ونتمنى ان يكونوا طلوبة بتاعتنا كونها استمتعت معنا بالحلقة يا رب ونتمنى ان نزلق في الحلقة القادمة إن شاء الله ربنا خليكم شكرا لكم شكرا